إنعكست عملية التذبذبات المستمرة في أسعار الصرف على استقرار الوضع المعاشي للمواطنين حيث تؤدي عملية تأرجح قيمة العملات الأجنبية بين الصعود والهبوط إلى التأثير بشكل مباشر على قرارات المواطنين في الجانب التجاري والاستثماري ناهيك عن تآكل المدخرات والسيولة من العملة المحلية والطراب أسعار السلع والمواد الغذائية مؤخرا وخلال الشهور الأخيرة شهدت قيمة العملة الوطنية في بلادنا تذبذبات مستمرة ألقت بتداعيات سلبية على استقرار الوضع الاقتصادي وعلى المخزون الغذائي في البلاد على العكس مما كان متوقعا أن تشهد قيمة العملة الوطنية تعافيا كبيرا خصوصا مع التفاؤل الذي أبداه البعض في جهود وإجراءات إدارة البنك المركزي لإصلاح الوضعين النقدي والمالي غير أن استمرار حالة عدم اليقين في الأوضاع الاقتصادية نتيجة الركود التي تشهده المؤسسات الحكومية ورتابة الأداء الحكومي في مختلف القطاعات فضلا عن عدم إيفاء صعودية والإمارات بالتزاماتها وتعهداتها المالية تجاه دعم الحكومة والبنك المركزي قد أثر بشكل بالغ على تذبذ بسعر الصرف وتراجع قيمة العملة الوطنية وفي هذا الشأن يرى مختصون ضرورة قيام الحكومة بإصلاحات جذرية واسعة في الهيكل الإداري للدولة وتفعيل الصادرات ورفع كفاءة التحصيل من المؤسسات المحلية ومحاربة الفساد ووقف عملية الإنفاق العشوائية من خزينة الدولة خارج الأطر القانونية للحفاظ على استقرار سعر الصرف وتحقيق السعر التوازني للعملة الوطنية وتبرز أهمية استقرار سعر الصرف من خلال مساهمته في تحقيق الأهداف الاقتصادية الكلية والتي تتمثل في التوازن الاقتصادي الداخلي والخارجي إذ يتمثل التوازن الداخلي في استقرار الأسعار المحلية إلى جانب تحقيق مستوى من النمو الاقتصادي في حين يتمثل التوازن الخارجي في توازن ميزان المدفوعات والذي يظهر في مختلف المبادلات التجارية للدولة